احنا كنت تكلموا على تروة مياهنا من ضروري أننا نبدأ فقرة مواطنة اليوم بعدد من الأرقام المهمة وليصراحة مخيفة في سنة 1960 كانت توفر 2500 متر مكعب للشخص الواحد في سنة واحدة اليوم كانت تكلموا فقط على 650 متر مكعب للشخص الواحد في عام واحد هذا الأرقام ومع بلوغ سنة 2030 قادرة أنها تنقص أكثر وتوصل الـ 500 متر مكعب للشخص الواحد في السنة الواحدة الأبحاث والدراسات كتقول أن تروتنا المائية ممكن أنها تنقص بالـ 80% مع تغيرات أو بسبب تغيرات المناخية في الـ 25 سنة المقبلة ايه كانت تغيرات مناخية ولكن كانت أيضا مجموعة من الأخطاء التي تنقم بها في حياتنا اليومية اللي كتدر البيئة ديالنا وكتأثر على تروتنا المائية اللي احنا محتاجينها ولي كتعتبر الأساس ديال حياتنا نعم نزيل متافق معك خسنا نمدلو ونعيدو النظر في مجموعة من السلوكات اللي كنديرو أخاطي أفتعامونا مع التروة المائية تكلمتي على الحمام ونتكلم على الدوش في حداته اللي عندنا في البويوت ديالنا وفي المنازيل ديالنا لبعد المرات الاستيلاك ديالنا في واحد الفترة مثلا ندير واحد خمسة دقائق فهنقوله إن دوش ولا أربعة دقائق واحد دوش كتأخد وتخيل معي واحد إنسان كيدهو الخمسة دقائق ولا عشر دقائق مثلا ومني كيبدأ أول تشليل كيف ما كان قولو حتى كنديرو الشامبون كنغسلو راسنا وهذا كلمة ديال الدوش بحلول انطلقو كيكونسومي في التروة المائية سمح لي يا مروان أبعد من هذا كيلي تحل الدوش لما في الدوش يسخون الدوش عادي جهوة عادي دوش هاتش ما مزيانش وهاتش ما كي ما قادي نوصلو إلا كنضيعو في هاتتروة المائية ديالنا مثلا سهل أنني ندخل ندير تشليل ديالي اللولا ندير الصابون ديالي ندير الشامبون ديالي وعاد نحل مرة تانية باش غدينش للكوغ ديالي والجسم ديالي كله وهنا سريت لدوش ديالي واقتصد في الماء أولا هاتش غادي نعكس على التروة المائية ديالنا اللي غادي نحافظو عليها بشكل أساسي ولكن أيضا حتى على هذه الفاتورة وعلى الجيب ديالي غانتكيس عليه حتى هو وهاتش غادي يبان في السهلاك ديالي حتى بعد المرات غادي نصحح بجموعة من الأخطاء بسيطة في تعامل مع الماء وهاتش غادي يبان ديركتومون في أول شهر في الفاتورة ديالي الماء ديالي والحتى في الكهرباء غادي نتكلم أيضا على مثلان غسل الأسنان غسل السنان ديالنا الأطيبي والأخي السائيين في طيب الأسنان كان ينصحونا واحد ثلاثة دقائق فكل مرة غادي نغسلوا سنان ديالنا حتى ثلاثة دقيق في اليوم وتخيل معايا ثلاثة دقائق وتدئ في نفس سنوات تداري نساد وعاو تاني نحل باش نشل الفوم من ديالي كنظن هالتعاملات بسيطة جدا كتبالينا بسيطة جدا ولكرها مهمة باش يمكننا نقتصدو على المر ندين نتكلم ايضا على مجموعة مليز اكسسوار اللي ولا اليوم توفرين في العقاقير أو في الدروغغي كنمشي كنشري واحد لضابطاتير كي تحب مثلا في لغبينة ديالنا اللي كنقسم المستوى ديال السيلك ديال المادية اللي فلادوش ايضا نديرو نجمو عمليز اكسسوار وهي شي متوفر وبؤتمينة جد جد مناسبة ايضا قد نتكلم على الغسل ديال السيارات وكيف ما كنعرفو بزاف ديالنا كي غسلوا السيارة ديالهم ذاك تويو كنشدوه كنبقى وطالق المامني كنبدو الغسيل ديال السيارة ديالنا حتى كنسلي والله رخصنا نفكروا انه كن واحد لوقيتها فين كنديرو هدو كلي بخدوي ديالنا باش نسلطنو بالمثال نسلطنو بالمثال بس دول ما ديالنا حتى نبغيو نديرو لتاية تدويش الاخرى دياله عادي نحلو المادية ايضا غادي ركز على واحدة مسألة اخيرة وهي اللي غادي نختم بها المداخلة ديالي وهو التوعية توعية توعية ثم التوعية هذا الدور ديال الدولة بطبيع الحال اللي كتدير مجهود انها كتحاول انها كتوعي اتخافي بزاف ديال الوسائل من بينها الوسيلة الاولى مثلا هي الاعلام وهذا الشي اللي كنقومو بيحنا اليوم ايضا كين الدور ديال الاباء اللي خصوهم يديرو بعد اول ان هما مجموعة من السلوكات اللي غادي بينو الولداتنا احنا كنعرفو وليدتنا ان المثال اعلى ديالهم هما الاباء ديالهم دونك إلا شافني انا كنحتارم البيئة انا اني كنحتارم وكنقتاصد في الما ديالي فغادي يتشبع بهذا الاخلاق ديالي وبهذا القيم ديالي وحتى هو غادي يدير نفس الحاجة ما فيها بس نهضروا مع وليدتنا نقولوا ليهم اشنو اللي يخصو يدار اشنو اللي مخصوش يدار باش يمكن لنا نتهله في التروى المائية ديالنا كين ايضا كيبقى الدور ديال المدراسة اللي كيبقى لي دور مهم جدا انا ما كراتش مني مبدوه في الروض مثلا نحتل الباكالورية او نحتل الجامعة وحنا كعنا واحد اللي ما يدل اسمه الترابية المواطنة او الترابية البيئية او البزاف ديال الحويشات بحالك دا اللي نقدرو نوعيو بهم وليدتنا ونوليو كنقراو كيفاش خصنا نتعاملو مع مجموعة من التروات في بلادنا هذه ارض كنعيشو فيها كنعيشو بالتروات ديالها فخصنا نتهلهو فيها وفش كنتهلهو في التروات ديال ارضنا كنتهلهو في راسنا بطبيع اكيد ومن بالاخطاء اللي كنقوموا بهم عدد من الاشخاص تقوموا بمجموعة من الاخطاء اللي كتساهم في حضر هاد التروة المائية ديالنا خصوصا في حياتنا اليومية او لا في طرق تنظيفنا المنزل ديالنا فعلا زينب ونقبل ما ندخل الكوزينة باش نتكلم على يعني ضياع الماء في داخل المطبخ متنقف هاد الدوش اللي تكلم عليه امروان فكتير من الاحيان كين ناس اللي ما كيستعملوش فقط ارشاشة ولكن عندهم البنواغ اللي كيعمروه بالماء وكين ايضا مجموعة من السيدات اللي كيستعملوها ذاك المنواغ باش يصبنوا الغطاء اللي عندهم في البيت او لا الزرابي او لا الاشياء اللي كيمكن انها تدخل في ذاك المنواغ فكان عمروه على الاخر دياله وكان ديرو تشليلة اللولة وتشليلة الثانية والثالثة حتى كي نبدأوا كي ما يتنقلنا ذاك شي اللي بغينا ولا يتصبن لنا مزيان فهذا ايضا ضياع كبير للماء الى دخلنا للكوزينة فكان شوفوا بانه فعلا كان ضياع كبير للماء خصوصا لم يكن نغسلو الماء كان بقوا طلقين روبيني وحنا كنديرو السائل او الصابون للماء عندنا والروبيني راه مطلوق او لا كنشلو في نفس الوقت لا يمكن انا نديرو غير واحد جوج ديال البنيوات واحد غادي نديرو فيه الصابون والاخور غادي نديرو فيه اتشلال كان نقصوا من الضياع ديال الماء وحتى جهد ديالنا نيف دك الوقوف في لافابود كوزينة كينقص إلا تكلمنا ايضا على تنظيف المنزل فمشي ضروري تسياق كل نهار كيمكن انه غير واحد كيف كنقوله ديشفيفة خفيفة كل نهار هي تكون كافية لانه تسياق حتى هوايا وكان نخويه الماء بواحد الطريقة عشوائية كتشبه لهذاك الغسيل ديال السيارات كان نبقوا غير طلقين الماء وغير كان نخويه في الماء وكان نضيعه بطبيعة الحال اكيد ان هاد التروى المائية ماشي ملكنا بوحدنا ولكن هي ملكحتة للاجيال القديمة هادشي الليش كي يخصنا نحافظ عليها ومن بالاخطاء اللي كنقوموا بيها وبيها غادي نختم هو جزوين تكون انه جردة في الدار ديالنا نور لنا الدار ديالنا ولكن باش نسقيوا هاد الجريدة ناخدوا بنيو كبير نعمروه بالماء نسقيوا نابتة ديالنا سواء في صباح بكري او لا في اخر نهار مشاهدين نبغوا فقط نشيروا باللي الهدف من فقرة موطنة ماشي اننا نضروع لكم ولكن نصحوا مجموعة من الاخطاء اللي احنا كنقوموا بها في حياتنا اليومية ونحاولوا نوعي جميع المشاهدين اللي كتابعونا على القناة الاولى باخطاء اللي ممكن انها تأثر لنا تأثر على المجتمع ديالنا وربما تأثر على حياتنا جميع